رغم الهدنة الهشة النظام السوري لا يزال يعيق إصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة والبعيدة هذا ما أكدته مجموعة العمل الدولية للشؤون الإنسانية في سوريا حيث قالت إنها لم تتمكن من تحقيق تقدم في كسر الحصار المفروض على مدن سورية ثائرة حتى الآن ولكنها استطاعت أخيرا من كسر الطوق المفروض على معظمية الشام نظام الأسد سمح بدخول شحنة أدوية عاجلة إلى المعظمية المحاصرة بريف دمشق تم تسليمها إلى العيادة الطبية الوحيدة في البلدة التي تعاني أوضاعا إنسانية صعبة في ظل استمرار الحصار القافلة دخلت بعد إيقافها لمدة طويلة على أحد الحواجز على أطراف البلدة بحجة تفتشها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية دخلت 236 شاحنة إلى مناطق المعظمية ولكن هناك تحدي كبير للوصول إلى المناطق البعيدة وفيما عزت الأمم المتحدة أن يكون تعطيل وصول مواد الإغاثة مجرد مشاكل لوجستية يرى كثيرون أنه سياسة ممنهجة لتعطيل الجهود الإنسانية وتسعى منظمة الصحة العالمية إلى إدخال شحنات إغاثية لنحو 150 ألف شخص على مدى الأيام الخمسة المقبلة لذلك طالبت النظام السوري بالحصول على الموافقات اللازمة ودعت كافة أطراف النزاع للسماح بمرور المساعدات دون عوائق لسيما الإمدادات الطبية مجموعة العمل من جانبها دعت إلى زيادة عمليات الإنزال الجوي للمساعدات لمدينة دير الزور شرق سوريا خلال الأيام المقبلة وكشفت أنها تعمل على استئناف عمليات إيصال المساعدات إلى نحو 200 ألف محاصر في المدينة نوال عياض العربية